نبدأ معك أستاذ عبدالعلي الوشري الأنشودة الدينية هي ترنيمة أو تسبيحة دعنا نقول مخصصة لذكر الخالق وأيضا مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لذكر أوصاف ومكارم الأخلاق لأولياء الله الصالحين بداية كيف كان انتقالك من الغناء إلى الإنشاد الديني كيف كانت الفكرة؟ الفكرة جاءت الوحدة لأن أنا متشبع بالفن من أصل الفنية الآب والجد والعام والعائلة ولما وقفت على الغناء قدرت واحدة وقفة تأملية ورجعت رجعت لإنشاد الدينية أو الفنية فهذا هو السبب الذي جعلني وحبيت هذه الفنية لأنها فيه كلمة طيبة مباركة ترقى وفيه الحمد لله ألحان اللي هي روحية وفيه ألحان وفيه خشوع وهو مؤثرة الحمد لله وشتختلاف ما بين السنفين اختلاف كبير جدا اختلاف كبير لأن الإنشاد صعيب من الغناء لأن الغناء فيه الموسيقى وفيه جوابات وفيه إقاعات أما الأنشودة تتبع الأصوات القرال الأصوات تغني ودير قرال تغني ودير قرال أستاذ الدفري هل يمكن اعتبار الإنشاد الديني فناً إبداعاً على اعتبار أن المنشد يصاحبه عازفين يعني رفقه العازف للآلات متعددة أم أنه ذكر وطقص روحاني ديني أم ربما هو توليف ما بين الاثنين نعم هو ذكر في حد ذاته ينبغي أن يكون إبداعاً لأنه الدكر يقوم على تعابير يجب أن تكون ذات حمولة عميقة وقدرة على التأثير في ذات المنشد حتى يرقى بنفسه إلى ذاك المستوى الذي من خلاله يمكن أن يؤثر على المتلقي إذن يجب أن يكون هناك إبداع على مستوى النص على مستوى الكلام على مستوى العبارات أن تكون منطقات والمفرضات التي تكون ذات حمولة روحية والتي ترقى بالنفس إلى ذاك المستوى الذي تتحول فيه الروح إلى مصدر قوي للوجود نعلم بأن الحياة مليئة بالماديات فنادراً في بعض الأحيان ما يفكر الإنسان طوال يومه في قضايا الروح اللهم إذا كان شخصاً متديناً يقوم مثلاً بأداء شعائره الدينية من خلال الصلاة فهو سوف يقف خلال يوم خمس مرات وربما قد يتخشع أو قد لا يتخشع لذلك فتأتي هذه الأنشودة الدينية لكي تغطي خلال اليوم هذا النقص في تعامل الإنسان مع الروحانيات نعم سيد عبد العلياني ما هي خصوصية الإنشادة الديني بحكم أنك انتقلت من الأغنية الفنية ليست هي الأنشودة الدينية بطبيعة الحال شو هي خصوصية هذه الإنشادة الدينية أو هذه الترنيمة الدينية أو الأنشودة الدينية بماذا تختلف عن الأغنية الأخرى؟ تختلف الخصوصية وهو الكلام الشعر يكون شعراً ملتزماً والشعر الملتزم لا يقتصر على تنع الله عز وجل أو مدح النبي صلى الله عليه وسلم على الحياة كاملة كيمكن تديرك الشعر على الأم على الأب على الزوجة على المرأة على الحياة كاملة هذا الإنشاد تميزه هو انضيبات في الكلام يكون شعراً ملتزماً هذا هو من الخصوصية الدينية الخصوصية يعني أهم خصوصية الدينية أما الموسيقى الحمد لله بالعكس إذا كانت الموسيقى وكانت معزوفات لحن وتوزيع وتشجيل جديد يعني كتكون عنده واحد طابع كبير لاحتي دابة في الأول الأخيرة لو أننا كنشوفه الأنشيد الحمد لله تضاهي الأغاني نعم أصوات نعم تضاهي الأغاني واللوحة في المستوى الكبير يعني أصوات ما شاء الله اللي نادف المغريب وخارج المغريب تضاهي الأغنية تقريب أنه تقدها يعني ما بقاش دكت يعني الأغنية لها لا تتقريب أن تقدها أو الأربما غاتفو تقع مهم